هو خلاص بيقوله انسوا الموضوع دوت لان حدث في الماضي ولكن كان هاريكين كان ليه دور كبير جدا في مبارا دي صحيح هو هو جوارديولا حزين مرتين مرتين المرة الاولى لان هاريكين عجبه والمرة التانية والاهمة بالنسباله انه ما قديرش يحصل عن هاريكين لان احنا شوفنا كان عرض السيدي قوي جدا فوق مئة مليون جنيس تدليلين الصيف الماضي فبالتالي هو القطعة التي تنقص جوارديولا هو النهاردة بيتطاري وظف جوندوجان وظف ديبروين وظف برناندو سيلفا لعبي وسط كلهم في النهاية بيوظفهم في أدوار مهاجر فمش قادر حقيق ومش قادر لكن في وجود مهاجر زي هاريكين من أنصاف الفرص بيسجل فبالتالي هاريكين هو الشئ الوحيد الذي ينقص منشستر سيدي هاريكين قدم مباراة مسائلية خليك تعجز عن إدراك اللي بيحصل يعني أنت قدام مهاجم بيدافع في تلت لخير في الملعب ثم بيقوم بعملية التحول بيعمل التمرير في مفتاحية ويروح يسجل أنت مهاجم بيقوم بكل شيء في الملعب يعني حاجة غير عادية وعي في تحرك وعي في الوقوف على الكرة إمتى يقف وإمتى يهدى دي أدوار ممكن يعملها لعب في نص ملعب يقدر يعمل الأدوار المزدوجة بندفعه تفتكر يا سعيد دي هتكون نقطة انطلاق الهاريكين عارفين طبعا في بداية الموسم كان فيه توطر وكان فيه مستوى ضعيف جدا ولم يحرز أهداف تفتكر المباراة دي بالذات هتكون نقطة انطلاق تاني الهاريكين اللي دايما كنا بنشوف خلال ثلاث سنين اللي فاتوا يعني مع صدارة الهدفين مع اللعبة اللي بتنافس على هدفين الدوري الإنجليزي المباراة دي بالتحديد على المستوى الفني فعليا هتكون نقلة وتحول في مصار هاريكين هذا الموسم لكنه يعني من بدر شوية يعني التقرير الإنجليزية كلها بتتحدث على انه أصبح سعيد مع كونتي لأنه شايف مشروع شايف فيه شغل بيحصل يمكن التقرير قالت كمان ان هاريكين بدأ يفكر منه يمدد تواجده مع توتنهام بشروط ما ان ادارة توتنهام تستجيب لمطالب كونتي وده بيقولك ان هاريكين مبسوط مع الراجل شايف ان فيه تطور بيحصل فبالتالي احنا بنشوف ان هاريكين قادر انه يعود من جديد لكن هل الستيتي هيستسلم الصيف الجاي خاصة ان الستيتي ربما اذا خصل البطولات مثلا اعتقد انه مش هيدخل الصيف المقبل هادئ هيكون هاسعى لصفقة قوي جدا بنشوف هلند الصراع اقوى ما بين ريال مدريد وما بين برشلون اعتقد هيبقى صعب بطولة الدولة الانجليزية فاعتقد ان هاريكين لسه هكون عليه خناقة تانية في الصيف الجاي طبعا من خلال المؤتمر الصحفي جردولا اشاد بشكل كبير جدا جدا بتوتنهام وقال ان توتنهام فريق كبير وكمان يقوده على النواحي الفنية مدير فني عظيم انتونيو كونتي مدير الفني قال ايه بعد المؤتمر الصحفي والفوز الكبير والمهم جدا لتوتنهام على المان سيتي نشوف مع حضراتكم اشتركوا في القناة